للأحجار الكريمة ما كان كبير في تقاليد الإيرانيين وغالبا ما تزين أصابع الشخصيات البارزة من رجال دين أو سياسيين أو مسؤولين في الإدارات العامة إذ يؤمن الشيعة رجالا ونساء بأن لهذه المجوهرات دلالات دينية وفوائد منها أنها تؤمن الحماية الإلهية لمن يتختم بها وتحرسه من كل سوء وتنفي عنه الفقر إن الصلاة بخاتم عقيق يمني تعادل سبعين صلاة يبيع صانع الجواهر حسن السميمي بشكل أساسي الفيروز والعقيق وهي الأحجار التي تحظى بالمكانة الأكبر لدى الإيرانيين ويستخرج الفيروز منذ ألاف السنين أي قبل الإسلام فيما كان يعرف ببلاد فارس وتعد إيران موطنا لأحد أقدم المناجم في العالم من النادر جدا أن تجد شخصا يدعو خاتما بحجر كريم فقط لجماله ولكن هناك بعض الأشخاص يستخدمونه لجماله ولا يزال الاهتمام بالأحجار الكريمة كبيرا في إيران رغم الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم الذي يبلغ نحو 50% والتراجع الحاد في سعر الريال مقابل الدولار في السنوات الأخيرة